فأنا أنا يعني لو جينا نحط كده أنا كنت 2017-2018 نائب رئيس قطاع الناشئين في ناد الأهلي كان رئيس قطاع دكتور عمرة أبو المجد طبعا من الناس المحترمة جدا وحاجة جميلة جدا اشتغلنا شغل هايل احنا عدنا سنة جينا قبل ما السنة تخلص دكتور عمرة عدت أنا وهو تمام قال يا خالد عايزك تقيم لي كل لعيبة القطاع في كل الفرق فنية كل واحد مستوى ايه ومين اللي بروميسينج ومين وهو عملها بشكل بعد ما خلصتنا الكلام ده عملها بشكل تنظيمي حلو جدا وبشكل إداري حلو جدا بحيث ان احنا قدمنا للمجلس الجديد كان كتب الخطيب كان لسه جاي عملنا كتايب كده جميل جدا بمستقبل النادي الأهلي في كل المرق يعني اللعيبة البروميسينج في كل المراكز بدءا من مثلا ستاشر سنة سبعتاشر سنة طمانتاشر سنة تسعتاشر سنة ايه الكلام ده الكلام ده أصفر عن ايه ايوة مش احنا بس يعني والناس اللي اشتاعت قبل هنا واللي بقى بس القطاع في الوقت ده أصفر عن ايه محمد عبد المنان تمام كنت مواريد تسعة وتسعين ده مكتوب في المراكز وفيه لعيبة تانية أصغر منه يعني انت مثلا سردباكات عندك أربعة واحد مواليد تسعة وتسعين وكان مثلا واحد مواليد سبعة وتسعين واحد مواليد ألفين وواحد واحد مواليد ألفين ممتاز مين باغي لمحمد عبد المنعم من الأسماء لأ يعني كان محمد عبد المنعم آآ في فرقة تسعة وتسعين آآ محمد عبد المنعم أحمد عبد القادر آآ محمد شوكري اللي في سيراميكا ممتاز في فرقة ألفين وواحد محمد أشرف آآ السردباك اللي في سموحة آآ مغربي طبعا آآ كوكا آآ موجود آآ باية دلوقتي فيه لعيبة يعني فيه وكان فيه لعيبة أصغر 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 وكلهم مميزين في السواف الأرية أو حتى برا الأجل لأ بيدي لك مستقبل إن انت بتقول إيه حتى عشان أنا لو عايز أجيب لعيب محترف من برا لأ أنا عندي تلاتة باكلفت بلاش باكلفت عندي واحد اللي بيلعب وعندي واحد أصغر وواحد أصغر آآ بالضبط كده بيتدي لك رؤية لقدام شوية هل لو عملنا الكلام ده على كورة القدوم المصري العيبة اللي في المنتخبات هتلاقي مشاكل هتلاقي عندك مشاكل في مراكز كتيرة جدا مش هتقدر وبعدين في أفريقيا بيتقدموا ومش بيمشوا ده بينطر بيجروا بيجروا صح فأنت مش هتلاحق صح فلازم نفكر لازم الناس اللي مسؤولة واللي موجودة يعني كنا بقولوها جده على أنا بيه المفروض يفكر فيه ويبتدي يقول كلام ويبتدي يقول أفكار جديدة ويبتدي يقول نظام مش عايزين نمشي زي ما احنا ماشيين من عشرات السنين ما نستناش الصدفة تنجحنا يعني أناه بحس إنه طول الوقت احنا مستنين الشصدفة تنجحنا طب انشاء الله ننجح بس اقولوا يا رب وإن شاء الله خير لا الدنيا مش كده أيوه الدنيا ما بتمشيش كده الدنيا بتمشي بنظام وآآآآآآآآآآآآآ بأفكار مطبوطة وبيبتقار أفكار مطبوطة وتطوير وتجيب الراجل مناسب في المكان المناسب أنا أتمنى يعني رئيس لجنة الحكام اللي انت قد تبتل يعني انا يكون عندي عصام الفتاح وجمال الغندور اجيب مرتغالي ليه انا عشان رايح دماغي لا البلد فيها عملة لا لا انا بعمل اسقاط انا برايح دماغي اللي هو ايه عشان امال الناس يعودوا انتقضوا يهجموا في واحد اجنابي هو اللي يشيل بقى ليه طبع عصام الفتاح فين بيشتغل فين دلوقتي في الامارات خدوه ليه يعني عشان كف بيجملو خلي بالك الخليج مفيش مجملات الشغل في اي حتة الشغل مفيش مجملات ايه اللي عندنا يعني المجملات عندنا في الشغل ازيد من اي حتة في العالم الخليج الامارات واخدين عصام ليه طي عشان كف جمال الغندور يتساب ازاي اجيب ده بليه يعني هو بيعمل ايه للحكام يعني هل شفنا حكام جداد ده هم الحكام بتوعنا اللي هم شرفونا وكانوا ظهروا بمزهر هايل الحمد لله هايلين صحيح واخص بقى بالكلام ده محمد عادل ايوه لان انا شفت له ماتشين هو حكم تلات ماتشات شفت له ماتشين وحكم تقيل وحكم هايل وفير ووسط من نفسه كانت محمد عادل ده ياما ياما اتهاجم لا 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 ده كان عالمي ومحمود عشور في الظار صح حاجة فوق محمود عشور حرفين لاتي مصنف افضل حكم في افراقيا في الظار بص حاجة يعني حاجة تشرف صح فالكفاءة والرجل الكف محاد ما فيش اتنين حيختلفوا عليه صحيح فالحكام شرفونا طيب جمال الغندور انا يا ريت بدل ما ندفع دولارات والدنيا يعني تم اهو صحيح طيب عايز بس قبل ما نختم لازم اخدك للنادي الاهلي فقط رأيك ايه في مسيرة النادي الاهلي في بطولة افراقيا مسيرة النادي اللي بإذن الله هتجاوز سوفوز واحد هتجاوز المجموعة بإذن الله تعالى يمكن ماتش مبارح العرض ما كانش على المستوى المطلوب اللي هو شباب بالوزداد نتيجة طبعا لعبة النادي الاهلي كان شهر ما بيلعبوش والدنيا متوقفة شباب بالوزداد كان بيلعب حتى الاسبوع اللي فات كانوا بيلعبوا في الدور فكان منطقي جدا والحمد لله ان الماتش خلص درون متصدرين المجموعة بإذن الله مفيش مشكلة يعني إحنا عايزين تلات نقاط إحنا فيه متشين ميدياما ويانجي أفريكانز في ملعبنا وميدياما بره لغاية بإذن الله نقدر نكسب الماتشين مفيش مشكلة في الوصول بإذن الله طيب